اعلان التحالف السعودي على تحقيق اي تقدم اكثر من نصف عام على اعلان التحالف السعودي بدء عملية واسعة النطاق للسيطرة على الحديدة ومذاك لم تتوقف الحرب الاعلامية التي انتهجها التحالف والمبالغات في اعلانه في كل مرة السيطرة على مطار الحديدة ومينائها ليتبين بعدها انها سيطرة كاذبة وان اعلان السيطرة كان يصدر حتى قبل بدء المعركة التي كانت تنتهي في كل مرة من دون احراز اي تقدم نبدأ بمطار الحديدة اذ اعلنت قوات التحالف السعودي السيطرة عليه اكثر من ثلاث مرات وكانت المرة الاولى في منتصف شهر حزيران يونيو الماضي الا انه حتى الساعة الاخيرة لم يتمكنوا سوى من الوصول الى بعض المناطق جنوب مطار الحديدة والتقدم بضعة كيلومترات باتجاه المطار الذي بات شبه مدمر وخاليا من المنشآت لكن التحالف لم يصمت كثيرا في تلك المواقع لتتقهقر قواته كل المناطق التي يسجل فيها حضور لقوات التحالف السعودي لا تزال نقاط اشتباك مع الجيش اليمني والجن الشعبية الذين يسيطرون على معظم المناطق في المدينة وفي الساحل الغربي وهذه المناطق هي بعض الاجزاء في الاحياء الجنوبية الغربية في الشرق تتمركز في منطقتين كيلو ستة عشر وكيلو عشر التي تقع على خط طريق صنعاء الحديدة الذي قطعته قوات التحالف مناطق جنوب الحديدة اي الشريط السحلي الذي يمتد بدءا من الخوخاء وحيث والتحيطة التي تحاصر فيه قوات التحالف وصولا الى الفازح والدريهمي التي لم يدخلوها بعد اما باقي المناطق فتقع تحت سيطرة الجيش واللجن الشعبية وفي سياق حملات التضليل التي انتهجها التحالف السعودي اعلن التحالف في الايام الاخيرة السيطرة على ميناء الحديدة بعد معركة تبين انها فشلت في تحقيق اهدافها ولم تتعد انجازات التحالف في هذه المعركة الاخيرة سوى بعض الكيلومتر مدينة الحديدة اصبحت مطوقة استهدفت المقاومات المشتركة خلال الساعة الماضية خنادقا للميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة وصلوا قوات الشرعية اليمنية عملياتها لملاحقة فلول المتمردين الحوثيين في الحديدة وصلوا قوات الجيش الوطني التقدم في مدينة الحديدة الحديدة تتحرر ريد الله سبحانه وتعالى اليوم تحرير مطار الحديدة وزيه قدوم تعزيزات بشرية كبيرة كتائب كومندوز بقيادة التحالف العربي كتائب كومندوز بقيادة التحالف العربي وأعلان تحرير مطار الحديدة إذن انتهى الأمر يا ترى أين ذهبت قيادات اللجان الشعبية والجيش اليمني وأنصار الله التي كانت في مطار الحديدة بأننا كما ترون صامد ولا يمكن أن نستسلم أو أن نقبل بسلام مذل نحن مع سلام مشرف يضمن كرامة وسلامة وأمن الجميع التعالف السعودي يعلن سيطرة على المطار وفي الوقت نفسه يصرح القيادة في أنصار الله محمد البخيتي من داخل المطار داحضا مزاعم التقدم العسكري ومطالبا بالعودة إلى التفاوض السياسي فهل يمكن أن تتوقف هذه العمليات العسكرية؟ القيادة الشرعية والتحالف العربي أنه لا وقف لهذه العمليات إلا بتحرير ميناء الحديدة أو أن يسلم المدينة والميناء على بعد مسافة 5 كيلو متر فقط من البوابة الشرقية لميناء الحديدة الاستراتيجي حديدة ما هي إلا بوابة العبور لنصر عظيم يصل صنعاء وكهوف مرانة وأصبح الجميع الآن ينتظر لحظة التحرير الجميع ينتظر لحظة التحرير قضي الأمر حتى أن مراسلا بدأ يناقش مصير صنعاء حتى عنوين المقالات جاءت حاسمة بشائر النصر تلوح في الحديدة العمليات مستمرة في اليمن وتحرير الحديدة يسير بوتيرة عالية الجيش اليمني يقترب من تطويق ميليشيا الحوثي في الحديدة الشرعية تواصل تقدمها في الحديدة تمهيدا لسيطرتها الكاملة على المدينة وحين تنصح صنعاء بوقف القتال والعودة إلى التفاوض يأتي الجواب الإعلامي لا هدنا مع الانقلابيين وتحرير الحديدة هدف قومي بعد هذا التمهيد الإعلامي بدأت القلوب تدق لإعلان اللحظة الحاسمة الإعلان الأهم في معركة الحديدة الكل توقع أن يتم إعلان السيطرات على الحديدة إلى أن جاء الخبر تم الإعلان عن وقف العمليات العسكرية في الحديدة خريطة السيطرة العسكرية اليوم تظهر تقدما بسيطا على الجبهة الشرقية للمدينة من دون السيطرة على أي من الأماكن الاستراتيجية كالمطار والميناء يقول وزير الدعاية عند هتلر اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس إلا أن المثل المصري يقول الماء يكذب الغطاص وفي حالة اليمن الميدان يكذب بعض الإعلام ترجمة نانسي قنقر